اشتركوا في القناة هلأ بسؤال زي هاد اكيد راح نقدر نستخدم من في المتطابقات اللي عنا اياهم هلأ هاي المتطابقات او الايدنتيتي اللي عنا اياهم الايدنتيتيز هلأ في عنا متطابقة كش تربيع الاكس ناقص تربيع الاكس بتساوي واحد هلأ بالسؤال هون معطيني قيمة كش الاكس فهاي اول متغير حيكون عنا اياه المتغير الثاني مجهول وانا اللي بدي احسبه والحد الثالث اللي عنا اياه هو عبارة عن واحد فمن خلال هاي المتطابقة راح اقدر اني اتعامل مع هذا السؤال واوجد المجهيل اللي بديوا اياهم هلأ لو اعتمدنا على هاي المتطابقة طبعا اكيد في متطابقات تانية بتدار تستخدمها بس كل متطابقة بتستخدمها ممكن يتسهل عليك الحل او ممكن يتصعب عليك الحل فهاي اسهل متطابقة ممكن اني نستخدمها ونتعامل معها هلأ اللي هي عبارة عن كوش تربيع الاكس ناقص سنش تربيع الاكس بتساوي واحد هلأ كوش تربيع الاكس هي عبارة عن خمسة على ثلاثة كلها تربيع ناقص سنش تربيع الاكس هي الاشي المجهول اللي بدي احسبه تساوي واحد هلأ هون خمسة تربيع هتصير عندي اياها خمسة وعشرين على التسعة في حالة القسمة طبعا بقدر اني اوزع القس اللي عندي اياه ناقص سنش تربيع الاكس تساوي واحد هلأ رح اخلي المجهول اللي بدي احسبه هو موضوع القانون فبتصير عندي اياها خمسة وعشرين على تسعة ناقص واحد يساوي سنش تربيع الاكس هلأ هاي بدي اوحد طبعا المقامات عشان في حالة الجمع بالطرح صعب اني اطرح بدون ما يكون المقامات موحدة فهتصير عندي اياها تسعة على تسعة وهي عبارة عن ستاش على تسعة تساوي سنش تربيع الاكس هلأ رح اخد الجذر للطرفين عشان بالسؤال بدي بس سنش الاكس لحالها وليس سنش تربيع الاكس فهتصير عندي اياها سنش تربيع الاكس تساوي اربعة على تلاتة موجب سالب هلأ بالسؤال كمان حكيلي انه قيمة اكس هي اكبر من صفر فبالتالي رح اهمل القيمة السالبة اللي طلعت عندنا اياها فهيضل عندنا اياها هون سنش الاكس مش سنش تربيع الاكس فهتضل عندنا اياها سنش الاكس في النهاية تساوي اربعة على تلاتة موجب هلأ السؤال الثاني اللي هو فايند لمت سنش الاكس على اي قوة اكس عندما الاكس تقول الى انفينيتي هلأ هون برضه ممكن بما انه في عنا اي قوة اكس ممكن انه نشيل سنش الاكس ونعوض بدالها القيمة الاصلية تاعتها هلأ قيمة سنش الاكس الاصلية هي عبارة عن اي قوة اكس ناقص اي قوة نيكاتف اكس على تنين ممكن نستفيد من هاي القيمة لانه نحل مثل هيك سؤال هلأ هون بتصير عنا اياها لمت سنش الاكس على اي قوة اكس عندما الاكس تقول الى انفينيتي طبعا اول اشي بعمله انه الاصل في النهاية التعويض المباشر فلما اروح اعوض سنش الانفينيتي على حسب الرسم اللي حكينا عنها بالفيديو لقبل اللي هي هايها لمت سنش الاكس عندما الاكس تقول الى انفينيتي هي بتساوي عنا اياها انفينيتي فحيكون الجواب هون بساوي انفينيتي على اي قوة اكس اللي هي برضو اي قوة انفينيتي لانه الاصل في النهاية التعويض هيطلع عنا انفينيتي هلا هون انفينيتي على انفينيتي هي من القيم المرفوضة اللي عنا اياها ازان هون انفينيتي على انفينيتي هي قيمة مرفوضة فعشان اتخلص من القيمة المرفوضة هاي ممكن من احدى الطرق ان نرجع قيمة سنش ال اكس للقيمة الاصلية تعيتها اللي هي مثل ما شفناها قبل شوي اللي هي اي قوة اكس ناقص اي قوة نيجاتيف اكس على تنين ونشوف بعدين شو ممكن يتصير معنا اثناء الحال فهي هتصير عنا اياها لمت اي قوة اكس ناقص اي قوة نيجاتيف اكس على تنين كلها تهعل اي قوة اكس عندما الاكس تقول الى انفينيتي هلا هون لو بدنا نيجي نعود برضو قيمة الانفينيتي راح نلاقي انه اي قوة انفينيتي هي بتساوي انفينيتي واي قوة سالب انفينيتي هي بتساوي صفر فبما انه هون في عم بيطلع معي انفينيتي على انفينيتي راح يطلع معي فاحنا المفروض نقدر نتخلص من القيمة اللي هي اي قوة اكس اللي راح تنتج لنا قيمة الانفينيتي فكيف بدي أتخلص من قيمة الإي قوة X اللي هي من خلال أني أقسم كل حد في هاي المسألة العنيها على إي قوة X فهتصير عنيها limit عندما الإي قوة X على إي قوة X نائس إي قوة نيكاتيف X على إي قوة X كلها على 2 في إي قوة X على إي قوة X هلا هيك إحنا قسمنا كل حد في المسألة هاي على إي قوة X عشان نقدر نختصر فهون حيطلع معنا الجواب واحد هون برضو حيكون واحد هاي اللي هون حتصير عنيها إي قوة سالب 2X فهتصير عنيها limit لسالب إي قوة سالب 2X على 2 عندما الإكس تقول إلى إنفينيتي هلا هون بعد ما عملنا الإختصار رح نيجي نعوض القيمة اللي عندنا إياها اللي هي الإنفينيتي هنلاقي عندنا سالب إي قوة سالب 2 إنفينيتي فهتظلها إي قوة سالب إنفينيتي فبالتالي حيكون جوابها صفر على 2 فبتصير عندنا إياها طبعا هاي هون الواحد ما رح ننساها صحيح يعني هون عندنا إياها زائد واحد عشان هذا الحد اللي هون كان عندنا إياها واحد فإحنا لازم برضو ننزل الواحد وما ننسا فهون حتصير عندنا إياها صفر زائد واحد حتكون واحد على 2 فالجواب اللي طلع معنا لهاي الليمت هو عبارة عن نص يعطيكم ألف عافية